أنا أرشد أحمد الزيباري مواليد 1942 في إحدى قرى قضاء عقرة مخافضة الموصل شغلته عنددرجته بالرتب العسكرية إلى أن وصلت إلى ردبة عقيد ركن في جيش العراقي السابق وشغلت مناصب كثيرة منها آبر قوات بغاوير الفرقة الرابعة وكيل آمر لواء مشاة آلي واشتغلت أيضا ملحق عسكري في غسلافيا لمدة سنتين وشغلت منصب محافظ سليمانية لمدة ثلاث سنوات من سنة 1977 إلى سنة 1980 ثم أصبحت وزيرا للدولة من سنة 1980 إلى 2003 يعني 9-4-2003 يوم الاحتلال دواني اعتز بعراقيتي وبوطنيتي وبقوميتي الكردية نحن أنا ما عندي وسائل إعلام حتى أنشروها اثنين حقيقة ما عندي جريدة ما عندي الأشياء فلقاءة شخصية بعد الاحتلال الأمريكي طبعا أنا رفضت الاحتلال حقيقة أنا وعشيرتي وكثير من الكراد الوطنيين بس قعدوا تحت الاحتلال فأني طلعت من الموصل سنة 2005 فجيت هنا أنا سكنت هذه ثلاث سنوات ومن هنا شكلت حزب بيسم حزب الحرية بعد طبعا الحاح كثير من الوطنيين الكراد اللي حريصين على وحدة العراق كرد وعرب وطرقمان ومسلم ومسيحي وسني وشيعي ويزيدي وشبكي وكل الدنسواسية فشغلنا حزب بيسم حزب الحرية والعدالة الكردستان العراقي أهدافنا الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا اثنين التمسك بحقوق الأكراد كاملة ضمن الوحدة العراقية ثلاثة نرفض الاحتلال